ما هي أبرز الوجهات السياحية المفضلة لدى السعوديين في هذه الإجازة؟ إجازة الربيع أولاً شكراً للصدافة كانت هذه المرحلة أو هذه الفترة هي الفترة التي يشد لها الرحال إلى خارج المملكة للسياحة قبل أربع وخمس سنوات اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى تغيرت البوصلة وأصبحت المدن السعودية هي المكان الأفضل والأجمل اللي قرار السياحة والاستمتاع بإجازة الربيع هو داخل المملكة العربية السعودية ومثل ما تفضلت من خلال التقرير السريع اللي جاء الصور عن الفعاليات اللي سوف تقام في شتاء طنطورة أو في موسم الرياض أو في المنطقة الشرقية بالإضافة إلى رغبة الكثيرين اللي موجودين في مختلف مناطق المملكة إذا كانوا حابين يروحوا إلى المناطق الشتوية زحايل وتبوك الباحة وهذه ترى مواقع جميلة جدا جدة برضو نشيطة في هذه الفترة وكثير من السواح وبدأوا بعد فترة الإجازة في التوجه لمثل هذه المناطق أنا قبل ما أجيكم كنت في الصباح اليوم موجود مع مجموعة من ضيوف إعلاميين وبعض سائقين رالي داكار في جولة في مدينة جدة تاريخية بيستمتعوا ببلدنا وبجمال المنطقة الجميلة